اشتركوا في القناة وده درس مهم هنتعلم منه حاجات كتير لغوية ومصطلحات وده طريقة ممتازة جدا لتعلم اللغة الإنجليزية عن طريق طراءة الأخبار أو للطلاع على الموضوعات اللي انت بتحبها وده بتزيد من قدرتك على الاستعاب وتعلم الجمل والكلمات والمصطلحات الجديدة يلا بينا نترجم خبر النهاردة according to many tweets طبقا لعدد كبير من التغريدات tweet فعل يعني يغرد tweet tweet يغرد أو تغريدة اللي هو صوت الطائر صوت الطائر يغرد تغريدة أو يغرد تغريدا tweet يعني اسم وفعل يغرد وتغريدة tweet according to many tweets محمد صلاح arrived at محمد صلاح arrived at محمد صلاح وصل الى arrived at arrive at يعني يصل الى لكن لو هو الوصول arrive at يحتمل ان الوصول ده كان متوقع أو غير متوقع يحتمل معنيين لو عايزين مصطلح phrasal verb يوضح ان هذا الوصول كان غير متوقع وغير منتظر ممكن نستخدم turn it up turn up نقول محمد صلاح turn it up at أو نقول showed up at two phrasal verbs دول بيدوا معنى الوصول غير المنتظر بدون سابق موعد أو بدون موعد سابق سينسي باريز petrol station arrived at سينسي باريز سينسي باريز سينسي باريز petrol station petrol station يعني محطة بنزين وسينس سينسي باريز سينسي باري ده اسم محطة البنزين الاسم والابوستروف اس هنا ده الملكية سينسي باريز سينسي باريز يعني محطة سينسي باريز زي احمد's father والد احمد عليز عليز mother عليز باريز المترجم والد احمد سينسي باريز سينسي باريز سينسي刚 كل واحد فيول يعني وقود وايضا الابوصرف افري باديز افري بادي افوصرف اس دل المكه افري باديز فيول وقود كل واحد يعني دفع ثمن الوقود لكل واحد تقصد من المتواجدين احد المغردين باسم الاف سي باين بيعلق على هذا الخبر ويقول it's the little things that make a difference يعني انها الاشياء الصغيرة التي تحدث اثرا كبيرا make a difference ده تعبير معناه يحدث اثرا كبيرا والمقصود به او يستخدم هذا التعبير في الاثر الايجابي يعني يحدث اثرا ايجابيا يعني يذكر هذا التعبير في الاشياء الحسنة الجيدة ولا يذكر في الاشياء التي تحدث اثرا سيئا it's the little things that make a difference ده غريدة اخرى باسم كامرون فورد كامرون فورد بيقول mate from work sent us this just pay it for everyone's petrol sound that mate from work sent us this just pay it for everyone's petrol sound that sound that هنا يعني ما يعني هل هذا صحيح؟ هل هذا الخبر صحيح؟ هل هذه المعلومة صحيحة؟ يبقى ده تعبير جميل جدا تستخدمه لما تحب؟ تتأكد من خبر او معلومة وصلتك؟ هل هي صحيحة؟ بتسأل هل هي صحيحة؟ ام لا sound that sound that mate from work mate from work يعني mate يعني زميل عمل mate from work زميل عمل mate يعني زميل sent us this أرسل إلينا هذه يعني هذه الرسالة أو هذا الخبر صلاح just pay it for everyone's petrol صلاح قام بدفع البترول لكل المتواجدين sound that هل هذا صحيح؟ تغريدة أخرى باسم LFC بيقول محمد صلاح just casually paying for everyone's petrol at Sainsbury's oldest one in a full LFC training kit too محمد صلاح just casually paying for everyone's petrol casually يعني عرضا بدون قصد بدون توقع يعني وصل إلى هذه المحطة بدون ترتيب مسبق بدون موعد مسبق يعني هذا الحدث يعني هذا الحدث casually يعني عرضا بدون ترتيب مسبق casually paying for everyone's petrol at Sainsbury's oldest one oldest one ده مركة سيارة ولنها old ليست موديل حديث in a full LFC training kit too LFC دي اختصار لإسم النادي محمد صلاح Liverpool Football Club Liverpool Football Club LFC training kit طاقم التمرين أو زي التمرين training kit في زي التمرين أو طاقم التمرين to أيضا يعني بيقصد أن محمد صلاح كان بيركب سيارة ليست موديل حديث في كامل الزي التالحص بالتمرين لنادي Liverpool الذي ينتم إليه محمد صلاح تغريدة أخرى باسم جيمي جانر جيمي جانر replied يعني بيرد على هذه التغريدات أو بيعلق على هذه التغريدات فبيقول you won't see this in the tabloids you won't see this in the tabloids يعني أنك لن ترى مثل هذا الخبر في الصحف لن ترى مثل هذا الخبر في الصحف مغرد آخر باسم جانجليشر بيقول on and off the pitch on and off the pitch on and off the pitch يعني داخل الملعب وخارج الملعب هذا التعبير معناه أنه إنسان وجود وإنسان طيب داخل الملعب وخارج الملعب أيضا on and off the pitch هذا تعبير جميل جدا تستخدمه بمعنى أن الإنسان يتمتع بخلق طيب وودود مع الناس سواء في مكان اللعب داخل النادي أو خارجه on and off the pitch pitch بالP يعني ملعب داك ندرس النهاردة سيو لادر باي ملعب ترجمة نانسي قنقر